نروح لزاملنا فاروق صلاح في جنوب إفريقيا ونشوف أخبار الدنيا عنده زكا فاروق طمنا على الفرقة وطمنا على الجهاز الفني وطمنا على اللاعبين وأعتقد أن رسالة جمهوري النادي الأهلي وصلت لكل اللاعبين طبعا برحب بيك كابتن الكبير كابتن إسلام الشاطر برحب بكل مشاهدين ومشاهدين ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان أعتقد كلام بيلخص كلام كتير جدا وجمل كتير ممكن تتقال هو دور جمهور النادي الأهلي يا كابتن إسلام و mex formula بضم صوتك إن شاء الله جمهور النادي الأهلي بعد تجاوز عقبة فريق الأقل لطن الكاميروني إن شاء الله يملأ جنبات أستاذ القاهرة في المباراة هتكون مباراة إن شاء الله من المباراة اللي تتصنف في تاريخ النادي الأهلي إن شاء الله تجاوز عقبة الهلال السوداني لكن عندنا زي ما حضرتك قلت نقطة هي بداية الاعتذار وتقديم الاعتذار لجمهور الناد الأهلي هي مباراة القطن الكاميروني المباراة اللي خلاص بيتم التحضير ليه والناد الأهلي جهاز فني بلعبين خلاص قدامهم هدف واحد وهي مباراة القطن الكاميروني وضرورة إحراز السلاس نقاط في هذه المباراة التي لا تقبل أي نتيجة أخرى بالنسبة للاعبين للناد الأهلي وبالنسبة لجمهور الناد الأهلي وبالنسبة لكل من ينتمي للنادي الاهلي غير إن شاء الله تحقيق الفوز دورنا ودور جمهور النادي الاهلي مهم في هذه الفترة من الأمس وحضرتك بتنادي بدور جمهور النادي الاهلي وأن كلنا نكون في ظهر ومسندة ودعم للعبل للنادي الاهلي ونرفع الضغوط على العبل للنادي الاهلي في هذه المباراة حضرتك عارف طبعا أن احنا قلنا يعقب مباراة ماميليودي سانداونز الفريق يعني وحالة الحزن لكن خلاص بنقفل المباراة ماميليودي سانداونز مستر مارسيل كولر اكتمع في جلسته مع الجهاز الفني طالب الجهاز الفني عدم الحديث مع اللعبين على أي أمور تتعلق بمباراة ماميلي دي ساندونز كل تركزنا على مباراة القطن الكاميروني طبعا الفريق كان اللي استاني في تدريباته الأمس يعني زي ما قلت لحضراتك بالأمس كان يعني فترة استشفى خفيف وتدريبات خفيفة بالنسبة للعبين اللي شاركت في مباراة ماميلي دي ساندونز ثم تدريب مكثف ويه وحدات تدريبية مكثفة ما تكلمش مع اللعيبة قبل التدريب بدأ التدريب على طول دخل في الجمل أو الأمور الفنية اللي بطلبها من اللعبين طبعا بالأمس كان اجتمع مع الدكتور رحمد أبعابل رئيس الجهاز الطبي لوضع برنامج استشفاء للعبين طوال فترة إقامة الفريق هنا في جنوب إفريقيا النهاردة مستر مارسيل كولر منح اللعبين راحة من التدريبات واكتفى بي الجانب الاستشفائي اللي هنا يعني كان في مقر إقامة فريق اللي ندلقلي وبالتالي دار فريق واللعبين راحة من التدريبات يعني على مدار فترة تواجده في الفندق مستر مارسيل كولر قاعد لوحده بيتابع بيقف على كل نقاط القوة والضعف لفريق القطن الكاميروني طبعا جلسة جمعاته مع أفراد الجهاز الفني ثم جلسة مع الدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة ومترجمة مستر مارسيل كولر تحدث في كتير من الأمور وقاعد أمام اللابتوب بيتابع بيركز في كل التفاصيل الخاصة بفريق القطن الكاميروني اللي خليني بردو يا كابتن إسلام من خلال حضرتك وحضرتك هتأكد على هذا الأمر إنها مباراة صعبة جدا فريق القطن الكاميروني هيلعب مباراة أمام النادي الأهلي مباراة الكتب في تاريخه وبالتالي هو فتح أبواب المدرجات أو الاستاذ لي الجماهير مجانا خلاص ملوش أي أمل في البطولة سوى أنه يعمل نتيجة أمام للنادي الأهلي لكن إن شاء الله لعاب النادي الأهلي قادرين يا كابتن إسلام على تحقيق نتيجة إيجابية وزي ما حضرتك قلت نقطة مهمة جدا هتكون نقطة في بداية مشوار مصالحة وتقديم الاعتذار لجمهور النادي الأهلي اللي بينتظر مننا الكثير بإذن الله طيب هل اللاعبين وصلوهم اللي بيحصل وصلوهم الغضب الجماهيري وصلوهم الزعل الجماهير وصلوهم إن إحنا المباراة اللي جاية مهما كنت بتلاعب أنا آسف لو حتلاعب ريال مدريد أنا بتكلم من النحاء الفنية لو بتلاعب ريال مدريد برضو مش فارق معايا المهم كيف أعتذر لجمهور النادي الأهلي من خلال المباراة القادمة هل ده واصل لللاعبين ولا إحنا إيه لا خلينا أكد لك كابتنسلام بالفعل يعني واصل لللاعبين مدى الزعل يعني عند جمهور النادي الأهلي ومززعل وبس إحنا النادي الأهلي ما ينفعش إننا نتغلب بالنتيجة دي أو باللزيمة دي أو إننا يعني يبقى بالشكل الأداء بالشكل ده اللعيبة في اجتماعهم مع بعض يتكلموا لازم تتحملوا كل كلمة بقولها الجمهور ولازم تتحملوا النقد اللي بيقدموا الجمهور للنادي الأهلي لازم نفرح الجمهور الجمهور استحمل كتير وجمهور النادي الأهلي تحمل كتير أوف جمهور علاقة يعني في العالم هتلاقيه هو جمهور النادي الأهلي كلام اللعبين مع بعضهم لا خلاص هنقفل صفحة مباراة سانداونز هنحتاج إن احنا نفتحها مرة تانية ولكن بعد ما انتهي من مباراة القطن الكاميروني ومباراة الهلال واصعد للمرحلة القادمة إن شاء الله في دور المجموعات وكم المشواري في دور أبطال إفريقيا هيبقى لكل حدث حديث إن شاء الله فيه الأمور الخاصة مباراة ماميلي دو سانداونز لكن حاليا حالة الحزن اللعي بلأ وصل لهم تماما تماما كل اللي موجود واللي بيتكتب على السوشيال ميديا وكل اللي واصل من جمهور النادي الأهلي ولكن خلاص بنقفل صفحة مباراة ماميلي دو سانداونز عندنا نقطة مهمة جدا عندنا مواجهة فريق القطن الكاميروني وبالمناسبة كابتن إسلام يعني حضرتك كنت بتتكلم في بداية كلامك وفي مستهل كلامك على إن حضرتك كنت من الجيل اللي تفرج على جمهور في المدرجات والجيل اللي كان يعني كان في التدريب بيلاقي جمهور مال المدرجات بتلعب مباراة في الدوري في الكاز في أفريقيا جمهور النادي الأهلي بيملى جنبات الأستاذ في هذا الصياق عايز أفع عند حضرتك عند نقطة في غاية الأهمية وهي أنه جوبروس المدير الفني المنتخب الجنوب أفريقيا المدير الفني البلجيكي طبعاً اختار عشر لعبين من فريق ماميلي دي ساندونز علشان يكونوا القوام الرئيسي معاه في المباراتين اللي ياخدهم المنتخب الجنوب أفريقي في يوم 24 ويوم 28 أمام ليبيريا لما تسأل في هذا الأمر والأوساط العالمية اتكلمت في هذا الأمر كلموا أن المنتخب جنوب أفريقيا بيحاول يكرر تجربة المنتخب المصري في عام 2006 و2008 و2010 مع النادي الأهلي لما كان القوام الأساسي لمنتخب المصري من النادي الأهلي قال إن ده بيزيد مزيد من التجانس وده بيدي حالة من الروح المعنوية ما بين اللاعبين ولذلك كل الأوساط الإعلامية هنا في جنوب أفريقيا بتتكلم على تجربة النادي الأهلي مع المنتخب المصري في الفترة الزعبية للنادي الأهلي اللي كانت ما بين 2005 ل2010 وإن إزاي إن المنتخب المصري كان قوامه الأساسي كله من اللاعب للنادي الأهلي الأوساط الإعلامية أيضاً هنا قد يتكلم على أن النادي الأهلي بالنسبة لهم واحد من المرشحين للبطولة وقالوا أن النادي الأهلي يعني كافة النادي الأهلي هي الأرجح في الصعود بجانب ماميلدو سندوونز وأن فريق ماميلدو سندوونز قادر على تحقيق الانتصار أمام الهلال السوداني في السودان عايز أقولك أن الإعلام هنا كله كل وسائل الآن في جنوب أفريقيا بتتكلم أن فريق ماميلدو سندوونز قد يذهب بعيدا في هذه البطولة وتقرار إنجاز عام 2016 لذلك كل الحديث على تواصل الاجتماع والوسائل الإعلامية من خلال الإعلاميين هنا في جنوب أفريقيا بضرورة إحراز الثلاث نقاط أمام فريق الهلال السوداني نرجع مرة تانية يا كابتن إسلام ليه فريقنا وفريق النادي الأهلي زي ما حضرتك عارف خلاص هنقفل هذه الصفحة خلاص عندنا يعني لكل حدث حديث لكن الأهم الحدث الأهم هي مباراة القطن الكاميروني فريق هيستقنف تدريباته غدا بمشيئة الله في تمام الساعة 11 ونصف صباحا طبعا مستر مارسل كولر هيعقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين إن شاء الله غدا في تمام الساعة 7 ونصف وهذه هتكون أول محاضرة أن مستر مارسل كولر يكتمع مع اللعبين من بعد مباراة مميلي دي سانداونز تركيز الترتيبات اللي بتتم أستاذ طريق أنديل رئيس بعثة النادي الأهلي وعضو مجلس الإدارة في تواصل دائم مع السمعالي السفير متحة المليجي سفير جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون لترتيب كافة الأمور الخاصة بإقامة وبعثة فريق للنادي الأهلي في الكاميرون اللي إن شاء الله لعب النادي الأهلي بإذن الله كابتن إسلام زي ما حضرتك قلت إن شاء الله إن شاء الله هتكون بداية تقديم ولو يعني زي ما بتقول نقطة اعتذار لجمهور النادي الأهلي اللي يستهل مننا كتير تمام ممكن تطميني على محمد عبد المنعم أخباره إيه نقطة مهمة جدا كابتن إسلامي أنا كنت أطمت بالفعل حضرتك على محمد عبد المنعم خلينا أقول لك يعني كان للدكتور أحمد أبو عبلا زي ما صرحنا بالأمس إن هو يجري اختبار طبي اليوم لتحديد مدى إمكانية محمد عبد المنعم لكن خلينا أكد لك يعني منذ لحظات كنت مع الدكتور أحمد أبو عبلا رسل جاذب طبي اللي أكد لي خلاص جاهزية محمد عبد المنعم إن شاء الله اللي يكون جاهز لمباراة القطن الكاميروني حسين الشحات جاهز لمباراة القطن الكاميروني خالد عبد الفتاح جاهز أيضا لمباراة القطن الكاميروني أحمد عبد القادر كافة اللعبين إن شاء الله بعثة الأهل بالكامل إن شاء الله بدون إصابات هتستعد إن شاء الله لصفر إلى الكاميرون وإلى مواجهة القطن الكاميروني كاملة العدد بإذن الله نادي الأهل يستعيد هؤلاء اللعبين إن شاء الله ليكونوا يعني عوامل إيجابية ومؤثرة جدا في مشوار النادي الأهل ويحققوا إن شاء الله الثلاث نقاط المنتظرين بإذن الله أتمنى وأتمنى أن كل الكلام اللي بيحصل هنا يصل لكل اللاعبين من خلالك يا فروح أنا عارف أن أنت قريب من كل اللاعبين قلهم جمهور النادي الأهلي ينتظر زي ما أنت قلت أو زي ما دايما بنتكلم بداية اعتذار ولو حتى بنسبة 1% إن شاء الله في مباراة يوم الجمعة القادم وننتظر بقى إحنا اللي عملنا في نفسنا كده ننتظر الحقيقة ماذا سيفعل سانداونز مع الهلال السوداني في السودان الحقيقة الصحافة في جنوب إفريقيا تقول زي ما هي عايزة في النهاية أنا كنادي أهلي وأنا كلاعبين اللي حطيت نفسي في هذا الموقف أتمنى أن احنا نقدر نخرج من هذا الموقف يوم الجمعة والسبت اللي جايين لأن الجمعة مرتبط بالسبت والسبت حيبقى مرتبط بنتيجة الجمعة فأتمنى أن كل ده يصل لكل اللاعبين لأنه بالفعل كلنا زعلانين وكلنا مدائين وكلنا غضانين أنا بشكرك جدا يا فاروق على وجودك معنا ودائما الحقيقة عاملين شغل رائع حتى في ظل هذه الظروف الصعبة وخسارتنا ولكن يظل دائما قناة النادي الأهلي بتحاول دائما تنقل لحضراتكم كل ما يحدث